اشتركوا في القناة من تلك الأبواب ولهذا من فضل الله أن الأبواب الثمانية المصرع من طرف الباب إلى طرف الباب مثل ما بين صنعة إلى بيت المقدس ويأتي عليه يوما وهو كضيض من الزحام يدخله الموحدون المؤمنون الصادقون المتبعون لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فهنا ميز الله سبحانه وتعالى الصائمين بباب اسمه الريان من الرواء لأنهم لما ضمئوا وعطشوا في الدنيا عوضهم الله بالرواء والسقايا في الآخرة والشرب من انهار الجنة فسمي هذا الباب الريان من الرواء يناسب مضاد للعطش وللضمأ الذي مر بهم في الدنيا وشرفهم الله سبحانه وتعالى بباب خاص مكتوب عليه الريان خاص بالصائمين فإذا دخل الصائمون يغلق لا يدخل من لهذا إلا هؤلاء الملأ الذين صاموا رمضان وتعودوا على الصيام وصابروا أنفسهم جاعوا لمرضاة الله ضمئوا لطلب الثواب من الله فهنيئا لهم هنيئا لمن صام وهنيئا لمن قام رمضان ولكن الشرف أنك تحدث نفسك عساك أن تدخل وعسان الجميع ندخل من هذا الباب الذي هو باب الريان إذا ضميت وأنت صائم فتذكر باب الريان الذي يدخلك على الرحمن في تلك الجنان إذا جعت فتذكر باب الريان إذا أجهدك الصوم وطال عليك اليوم واشتد عليك الحرب فتذكر أنك بإذن الله تدعى يوم القيامة من باب الريان تعال أيها الصائم ادخلي أيها الصائمة أهلا بكم هذا بابكم فإذا دخلت من باب الريان بعد ما تدخل من باب الريان لا جوع لا ضمى لا تعب لا مشقة لا وصب لا نصب أسأل الله لي ولكم السكنة الفردوس الأعلى مع سيد ولاد آدم عليه الصلاة والسلام ولهذا يدعونا عليه الصلاة والسلام ويخبرنا ماذا أعدى الله لنا لأنه الناطق بالشرع عليه الصلاة والسلام المعصوم من الغلط والخطأ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر